مراسلة العربي جويس الحاج خوري من جنوب لبنان لنسألها حول هذا الموضوع يعني في أي إطار هذه الرشقة هل هي في إطار رد حزب الله على اغتيال واستهداف أحد عناصره والخبير في قوات الدفاع الجوي كما نتحدث هل من جديد لديك جويس فرح حتى هذه الساعة لم يعلن حزب الله عن العملية بشكل رسمي ولكن بداية دعيني أشير إلى أنه كما ذكرت كريستين حزب الله كان قد قال على لسان مسؤولين له وأيضا مصادره قالت بأن عملية الرد على اغتيال أبو نعم لم تنتهي وبالتالي قد يكون هذا هو سياق العمليات اليوم وإنما أيضا لاحظنا في الفترة الأخيرة كان أخيرها يوم أمس ويوم أول من أمس أن حزب الله أيضا ينفذ عمليات نوعية عندما يتم استهداف إما عناصره وإما أيضا القرى والبلدات الجنوبية يوم أمس كانت هناك عمليات ويوم أول من أمس كانت هناك عمليات نوعية قال حزب الله في بيانته إنها تأتي ردا على استهداف القرى والبلدات الجنوبية يوم أمس أغارت طيران الحرب الإسرائيلي مساء على بلدات حولة وكفركلة ولعديسة وكما ذكرت كريستين مسيرة أطلقت أو استهدفت سيارة أدت إلى استشهاد أحد عناصر حزب الله الذي نعاه حزب الله وبالتالي كل هذه المعطيات كل هذه التطورات التي حصلت يوم أمس قد تكون هي الدافع لهذه العملية التي نفذت الآن ننتظر ونترقب ما إذا كان حزب الله سيعلن في وقت قصير عن هذه العمليات وعن الرد الذي قام به أو عن أسباب هذه العملية التي حصلت قبل قليل ولكن بانتظار هذا الأمر نحن نترقب أيضا بحذر تطورات الوضع اليوم خصوصا وأنه يوم أمس كانت هناك العديد من ساعات الهدوء في لبنان في القرى الجنوبية تحديدا قبل عمليات الاستهداف التي حصلت في بعلبك والتي أدت إلى تطور الوضع الميداني وعودة التصعيد اليوم قد نشهد مزيدا من العمليات انطلاقا مما حصل من تطورات يوم أمس وعليه نحن الآن كما ذكرتنا تواجد في أحد المقار العسكرية التابعة لقوات الطوارئ الدولية بسبب هذه الإنذارات وهذه التحذيرات بوجود خطر ووجوب البقاء في هذه المنطقة قبل استكمال جولة على الخط الأزرق وعلى القرى الحدودية التي تعرضت للاستهداف في الأوي